هسيبك تتكرم على الاهلي. بس برضو احقاكا للحق دايما بننسى انه في منافس. يعني الاهلي بيلعب منافس ازا مالك بيلعب منافس. والمنافس النهاردة كان جايد جدا الجونا عمل مباراة محترمة جدا بكل كابتة العالى عبدالعالم. سواء من الناحية الهجمية كان فيها ضغط عالي من نادي الاهلي من اول ديها. او حتى من ناحية الدفاعية. حتى مع ناقص العدد. الجونا عمل مباراة محترمة النهاردة. جدا جدا. يعني كريم كل لما الاهلي بيخسر اولاه لي بيتعادل ال الناس كلها بتمسك في الاهلي. أو زمالك. او زمالك. او زمالك. والциات العمل جيم كله. او زمالك. لكن النهاردة مش الفريق العمل جيم كله جونا بس ادي ما انا عاوز ادي الكريدت للكابتن علاء عبدالعالم. سواء. onze قبتن عبدالعالم.. السعر. من افضل مديرين الفنين اللي بيعرفي لعب الفرق الكبير. وبيعرف يلعبهم بوقعية التشكيلة بتاعته. ووقعية السكوات بتاعه. النهاردة. هاهو عالاء عبدالعالم احرج مارس الكولر. واحرج النادي signal في هي مش جديدة ولكن طريقة تنفيذها كان فيها قوة كبيرة جدا من عند نادي الجونة شوف يا كريم ببساطة شديدة قبل ما نستعرض الحالات هو عارف كويس جدا انه هو لما بيجي لعب فريق عنده كواليتي وجودة لعبين عالية مش عارف اطلع بالكرة من تحت فانا هصدر المشكلة في نص ملعب النادي الاهلي باكيا نشوف المشكلة هناك عاملة ايه تيجي نشوف بالحالات بيها نتكلم عليه من اول دقيقة في المباراة كابتن علاء عبدالعالم ملعب شوالة كورة لو نستعرض الحالات بتاعتنا بتاعت اول حالات خلص معنا اول دقيقة في المباراة خلص كل ضربة مرمى كل كورة تيجي من تحت لنادي الجونة نادي الجونة ما بيلعبش غير الكور العالية على طول للعبته في الناحية التانية هنشوف بس الحالات لو نستعرض الحالات معنا هنا ماشي وما جابين لا فيه الحالات التانية بتاعتنا فشوف يا كريم الكسة كلها كان وهو كان عنده تلات لعبين كان عنده شكويدي الفيروت بتاعه ده اطول لعيب موجود هو بيحاول يلعب عليه الكورة عشان الكورة بعد كده لما تنزل بيبع على طول الاتنين بتحركوا من وراء احمد بالحج وايمن موك ده لما نشوفه بالحالات هو كان بيعمل الكورة دي عشان الكورة التانية تنزل بعد كده الخناءة كلها تبقى في نص ملعب النادي الاهلي هو ده اللي كان بيحاول صداره الملعب للنادي الاهلي حاجة تانية برضه كمان زايدة عليها انه هو كان دايما بيلعب الكورة الطويلة على الرجل شكويدي في الاوتات وكان فيجي جنين نسخة طبق الاصل من الاهداف اللي جات في مبارات زمالك وبيرامدس الاسلوب اللي بقى يلعب بيه كل لعيب كل فرق الدوري طب تعالي هنا بقى نبص دي في الدي اربعة في الاول خالص نرجع بقى من الاول خالص ونشرح كده في السريع اللي حصل هنا بص احمد السعود هيلعب الكورة عاوز اوريك على حاجة مفيش اي تحضير من تحت بص بقى هنا على الشكويدي رقم اتنين واربعين الفرو بتاعهم اول ما الشكويدي يجي السلم الكورة هتلاقي اللي اتنين بتاع الجونة مستنين الساكن بول اول ايمان مكة والراجل احمد بالحاج عشان قدرة احمد بالحاج دايما فيه انه هو راجل مميز انه هو ياخد الكورة نشوف الصورة اللي بعدها كل ما الكورة تروح عند ملعب نادي الجونة بيلعب بنفس الطريقة هتشوف هنا برضو الكورة التانية دي يا كريم هيلعب برضو الكورة العالية ضربة ضربة سابتة بص برضو راجل رقم اتنين واربعين اول ما هو يتلاقي هيلعب هتلاقي على طول الاتنين هيجوا وراه عشان يزحلق لهم الكورة دي حصلت كذا مرة اخر مرة اوريها لك علشان اوريك بعدها هو كان عاوز يوصل ليه نفس الكلام دي الكورة التالت بص يا كريم يا القصة كلها انا هصدر المشكلة هنا اول ما الكورة تقع هحاول ان انا اخلي لعبتي كلها بتاعت الجونة قريبة مع النادي الالي والكورة تقطت نطط فيبقى من الاخر صراع بدني على الكورة فصدر المشكلة الناحية التانية دي بقى كانت الكورة اللي هو بيحاول كان نلعب على كابتال عالي عبدالعب كورة تلعبت انا برضو راجل هيردى تعنطت الكورة بص بقى يا كريم اول بقى ما الكورة تنزل لحظة بص يا كريم كل لعبتي الجونة لحظة معيش يا جماع شوف اول ما الكورة الساكن بول نزلت بص كام واحد من لعبتي الجونة هو كابتال عالمحافظ اللعيبة اول ما الكورة تنزل ضغط كبير جدا على حامل الكورة عالمكان في الكورة فبالتالي الكورة التانية لما تنزل تنزل لعبتي الجونة ويبقى المشكلة كلها متصدرها فين في نص ملعب النادي الالي فالالي لو اخد الكورة هياخد الكورة في نص ملعبه اقدر ان انا ارجع تاني وقدر ان انا اقف كويس تعال بقى نكمل أول ما الكورة نزلت شوف بقى اللي هيحصل الكورة بقى بقيت إيه خلاص الكورة بقيت عن الجونة الجونة خلاص فيه درباكة في ملعب النادي الآلي كورة تطلع هيحاول يلعب على طول أيمان موكة توصل أحمد بالحاج واحدة من أخطر الكور اللي كانت موجودة عند نادي الجونة فهو كابتن علي عبدالعال قاعد يصدر المشكلة هنا بقى لاحظة قبل مكاله دلوقتي بقى فيه قوت مشهور جد هو الأوت اللي كل الدوري المصري بيلعب عليه أو الناس كانت تلعب عليه بيرامد دلوقتي هنا نفس الكلام برضو كابتن علي عبدالعال قاعد يأوت اتلعب الكورة التانية وده كانت كورة خطرة جد الكورة اللي قبلها برضو كانت نفس طريفة فهو كابتن علي عبدالعال أحرج النادي الآلي بالطريفة أنا أفضل هعلق الكورة في واحدة عملها في الآخر قاعد يأتي كراسر إبراهيم ولا مين ياسر ياسر عمله عشان جد جد فأقول لك فالكابتن علي عبدالعال عجبني في كرة أنا عارف إمكانياتي هلعب وأصدر المشكلة في نص ملعب النادي الأهلي كورة نزلتلي الساكنت بقول هادر أخد كورة وعمل خطورة كورة ما نزلتليش هقدر أن أنا أتراجع فدي كانت ميزة كبيرة جدا الشوت التاني اختلف تمامنا ورجع لها بتاحت الكورة فدي كانت ميزة كبيرة جدا من كابتن علي عبدالعال